السلام عليكم أصدقائي سنتكلم اليوم عن السقب الأسود لقد توقع العلماء وعلى رأسهم العالم الشهير ألبرت أنشتين وجود السقوب السوداء وكانت هذه صورة متوقعة للسقب الأسود قبل مئة عام ولكن تمكن العلماء حاليا من رصد صورة حقية للسقب الأسود وأتت مطابقة نوعا ما للصورة المتوقعة السقب الأسود هو عبارة عن نجم عفوا ليس هذا بل هذا النجم وصل إلى نهاية عمره وبدأ بالانهيار على نفسه وتجمع حطام هذا الانهيار في بؤرة صغيرة جدا جدا مع الإشارة إلى أن هذه البؤرة من الحطام تزيد كتلتها عن كتلة الشمس بأضعاف وأضعاف المزهر في الموضوع أن حجم هذا النجم يفوق حجم الشمس وينضغط على نفسه ليصبح متناهي الصغر أي أنه يتحول إلى بؤرة صغيرة تحتوي على كتلة كبيرة وهذه البؤرة تتمتع بجاذبية هائلة حيث أنها تجذب كل شيء إليها حتى الضوء نعم حتى الضوء تستطيع أن تجذبه لذلك نراها على شكل صقب أسود لأن الضوء ينجذب إليها ولا يصل إلى الراصد الذي يراقبه ترجمة نانسي قنقر